سيندم خليل على ألم الحب كل يوم لأن زين لن تستسلم لخليل عن الحب في الموثم الجديد ومن ناحية أخرى سوف يندم خليل على الشر الذي فعله بزينب في الماضي سيتحدث خليل مع نفسه ويقول لو إن كسرت يدي فلن أعذب زينب ستتذكر زينب أيضا التعذيب الذي مرسه عليها خليل وتبكي لذلك كما سترون سيعاني الحبيب من الحب لأنهم قريبان من بعضهم البعض ولكنهم لا يزالان بعيدين لكن هذا الشوق سينتهي في حلقة الموسم القادم لأن خليل وزينب سيلتقيان في حلقة الموسم الجديد من المسلسل نظيم يلماز كاتبة سيناريو المسلسل ستفاجئنا جميعا في حلقة الموسم المقبل نظيم يلماز ستكون لديها مفاجأة صغيرة لنا جميعا في الواقع إذا كانت هناك مفاجأة أكبر في المسلسل فستكون زينب حاملة ربما بتوأمين لكن حتى لو تصالح خليل وزينب في حلقة الموسم الجديد من المسلسل فستكون هناك مشكلة بينهما لأن زينب ستكتشف أنها عقيمة في الحلقة القادمة بذيء ذي بدء سيكون خليل وزينب معا لكن زينب لن تتمكن أبدا من الحمل من خليل ونتيجة لذلك ستذهب زينب إلى الطبيب سيخبر الأطباء زينب أنك عقيمة يا سيد زينب ومن ناحية أخرى ستحاول زينب أن تجعل خليل يقع في حب إمرأة أخرى حتى يصبح أبا ولكن سيتم الكشف ظاحقا عن اللون الحقيقي لأن خليل سيعلم أن زينب ليست عاقرة يرى خليل صونغل وهي تعطي حبوب منع الحمل لزينب عندما يعرف خليل هذه الحقيقة سيرى كل أسرار الماضي واحدة والأخرى عندما يدرك خليل الحقائق سيدهب على الفور لمعاقبة صونغل نتيجة لذلك سيتم معاقبة صونغل ودخولها السجن سيكون خليل وزينب معا لإنجاب طفل مرة أخرى وهكذا ستحمل زينب من خليل وتريدة وأمان لذا كما سترون ستكون المفاجآت الرائعة في انتظارنا جميعا في حلقة الموسم الجديد من المسلسل تم الإعلان عن موعد الموسم الجديد للمسلسل موعد بث الموسم الجديد من المسلسل هو يوم الاثنين اثنان سبتمبر إذا كان هناك تغيير في تاريخ الموسم الجديد من المسلسل فسيتم بث المسلسل في نهاية شهر سبتمبر فهل تعتقدون أن زينب عقيمة سأكون في انتظار تعليقاتكم أدنى